وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 715 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 142 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 37 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير تمضبط قرابة 84 طن وفي مجالي البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 21 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 468 قضية من بينها 161 قضية خبز نقص الوزن و144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 294 طن ترجمة نانسي قنقر